على أصوات الغارات الجوية والقصف المتواصل وعلى مقربة من مواقع النظام تعيش مئات العائلات السورية في مدينة كفرزيتا بريف حماس شمالي المدينة التي لا تنام بعد سنوات من الحرب والدمار جراء قصف قوات النظام المستمر وتهديدات الروس والنظام المتواصلة الحقيقة نحن هنا في مدينة كفرزيتا لا يقل عن ألف عائلية أو أكثر الوضع بريف حماس شمالي وبكفرزيتا واللطامني حصرا أكثر من باقي المناطق قصف النظام لا يتوقف ورغم تهديدات النظام بالكيماوي فنحن عايشين بهذه البلد ولا يمكن نطلع منها مهما كلف الأمور مدينة كفرزيتا كانت قد تعرضت لأكثر من عشرة مرات لاستهداف قوات النظام بغازي لكلور وتسببت بوقوع إصابات بين صفوف المدنيين وسائل إعلام روسية نقلت عدة تصريحات على لسان مسؤولين في الجيش الروسي بأن فصائل الثوار تنوي استهداف مدينة كفرزيتا بالأسلحة الكيميائية في الفترة القادمة في إشارة ربما لاستهدافها واتهام فصائل الجيش الحر في المنطقة كما ادعت قوات النظام بوجود عناصر من الحزب التركستاني قاموا بطرد الأهالي من المدينة لكن الواقع الذي يعيشه الأهالي هنا يؤكد صورة حالها الوضع جيد الوضع إلى الأحسن إن شاء الله تعالى لا نخاف كل ما يروجه النظام والنظام الروسي الاحتلال الروسي عن ضربات كيميائية عن حرب شاملة على ريف حما وريف إدلب كل ذلك لن يزيدنا إلا إصرارا بإذن الله تعالى وما بين التهديد بالموت خنقا والإصرار على البقاء تعيش آلاف العائلات بريف حما الشمالي حياتها الطبيعية بكافة تفاصيلها منتظرين المواقف الدولية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وكف يد نظام الأسد وميليشياته عن أهالي المنطقة والمهجرين إليها اشتركوا في القناة